السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا كويسين والخير يصعد الله وكادكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن برج العزراء هنشوف ايه الملغبة الدنيا عند برج العزراء اليوم اندو انزلوا باللايك الجميل اهم حاجة يا برج العزراء علشان باهتم في فيديوهاتك جدا والتعليق اللي بتصلي بيه اللي بتصلي ايه اللي انطبق عليك من كراءتنا النهاردة يا رب السعادة والهنة والرزق والبشرة السارة تدخل قلبك يا برج العزراء لاني انا عارفة ان انت مهمون بص مشاجرات كتير اخبار كتير مواضيع كتير بسم الله شايفين طيب مقدما كده وقبل اي حاجة مين لسه مستشير دكتور كاشف عنده دكتور عنده اعادة عنده دكتور حاجة المهم تخص دكتور اهو او بتكشفه عشان طاقت انجاب الله اعلم لكن في زيارة دكتور الفترة اليوم اندو يعني انتو كنتوا في زيارة دكتور اليوم اندو بسم الله طبعا اللهم صلوا وبارك على سيدنا محمد اول حاجة انتو عندكم حماس عندكم حاجات كتيرة انتو بتعملوها في وقت واحد عندكم بعض الامور اللي بتحاولوا توصلوها القدام لكن في توتر في مدايئات من ناس حواليكم الله اعلم في بداية جديدة بداية دي هتكون نهايتها حلو لان شايفلكم نسر والنسر ده بيدل على الانتصار اللي هيكون في بداية اللي انتو داخلين فيها بداية في موضوع بداية في مشروع بداية في تفكير قرارات الله اعلم لكن البداية اطمنكم ان هي حلوة وبشرتها اخيه وهتمشي بما يرضي الله وهتنتهي بالطريقة اللي انتو عايزينها وبتحلموا بيها لو كانت علاقة حب فهي هتنتهي بجواز وبقلب جميل لو كانت مشروع الله اعلم فشان منكترش على بعض في الكلام لكن هي انها البداية هتكون نهايتها حلوة طيب انتو هنا دايما ماشيين بما يرضي الله تحبوش تعملوا حاجة غلط لكن في ناس بتوقعكم في مشاكل في بتوقعكم في ضغوط نفسية خدوا بالكم من الناس السلبية في هنا رضا مرسومة على وشكم يعني انتو راضيين بما يرضي الله راضيين بالتفاؤل اللي عندكم راضيين ان ربنا هيكلمكم من حيث لا تحفظ احلى حاجة فيكم ان انتو راضيين باي حاجة يعملها لكم ربنا في هنا اتعرضتوا لخيانة انتو وصدمتكم تعبتوا اتخزلتوا حصل عندكم شوية خلافات من ناحية الخيانة ومكنتو متوقعين وحصل شوية توتر اتدركت ان انتو هربتوا ومشيتوا اختفيتوا فترة لحد ما حاولتوا تبقى يعني حاولتوا ان انتو تقفوا على رجلكم من جديد وعشان كده راجعين بقلب جامد في نقطة من بداية السطر لكن في حرف الاتش حرف الاتش في بينكم وبينو كلام ممكن كمان يكون عندكم علاقة ثلاثية وفي نقطة هتتحط على العلاقة الثلاثية دي لان ربنا هيكتب لكم نجاء هتنجوا من العلاقة اللي دايجابا لكم مشاكل او من الضغوط اللي انتو فيها بس حاولوا تبعدوا عن الاستفزاز لا خلوش حد يستفزوكم خالص لان انتو هم تمعرضين الفترة دي لحد هيستفزوكم انت هتعاف ترد عليه طبعا لكن هو هيكون وقحة او عينها وقحة يعني هيرده بكل بجاح فاخدوا بالكم طيب عندكم حد بيتعامل معاكم ومبين ان هو بيحبكم او هو عايز لكم الراحة لكن مغرور متكبر شايف نفسه عليكم دايما بيحسسكم احساس ان هو احسن منكم بيحسسكم ان هو تقف في حياته وجاهد وانتو قاعدين كده بيتعاملوش اي حاجة يعني دايما بيحسسكم كده بنقص لكن انتو ولا حياة كانتو ناد ماشيين بمبدع ان انتو اي حاجة اديكم تبعدوا عنها وده احسن حاجة انتو بتعملوها لفترة دي واكتر القرارات دي صح انتو بتغطوها بسم الله بسم الله مشاعر في حد هيجي يعترف لكم عن حب عن مشاعر جديدة عن حاجة تخص الحب لان شايف انه في مشاعر كبيرة جدا والموضوع هيمشي وهيبقى في خير لكن انتو خايفين ان الموضوع مايتمش في خير عندكم اللهم صلوا وبارك على سيدنا محمد بسم الله بسم الله طيب في حد هيدعمكم وهيساعدكم الفترة دي في الامور المادية في تحسن او استقرار وفي انفراج حلو قوي عندكم ودي بتدل على تغيير عتبة انفراجة دي هتنطبك على الناس اللي عايزة تغير عتبة بس يعني لو انتو عايزين تغير عتبة وفي غير عتبة عندكم طيب كمان في شخص هيواجهكم بكلام جارح او مزعج او مزعج او مزعج كلام كويس جدا شايفة كمان عندكم شخص كبير في السن دايما واقف في ظهركم وبيساعدكم في افكاركم في طريقتكم في حياتكم في كل حاجة وعشان كده هتتغلبوا على القلق والخوف اللي ملازمكم اليومين دور شايفة كمان هنا ان انتو لازم تخلوا بالكم من كرامتكم كويس جدا وتخلوا بالكم من نفسكم وتحصنوا نفسكم لان في حد في حسد شديد عليكم واقع قوي وعلى عشيتكم وهو ده سبب الرئيسي اللي مبوز لكم كل حاجة يعني في كل في حياتكم ودايما بتحسوا ان ما فيش حاجات بتكمل لكن بفضل ربنا فيه علاقة حبي كاملة وهتبقى فيها خير وفيه حاجات كثيرة هتكمل بإذن الله لكن انتو هنا فيه حاجة منتظرنها منتظرنها من بعيد يعني او حاجة بتبص بتبصوا لها من بعيد الله اعلم فيه بصة بعيدة قوي او انتظار للحاجة بعيدة فان شاء الله بإذن الله ربنا يقربها منكم فيه قرار هتهدوم والقرار ده ممكن شراء دهب استثمارات فيه قرار حلو هتاخدوه لان فيه فترة راحة فترة هدوء فترة استقرار فيه امور حلوه هتدخطوها بشكل كبير جدا شايفة كمان هنا شايفة كمان هنا فيه حد حواليكم بيحب يتجسس عليكم او بيحب يرقبكم على اي مكان وفي اي وقت الحد ده مركز معكم قوي ودايما بيوصلوا اخباركم بطريقة مباشرة الشخص ده هيكون عندكم عكسات معاه ويبقى فيه امور عكس ما انتم متخيلين شايفة كمان انتوا الفترة دي تحاولوا تحافظوا على فلوسكم او على استثماراتكم او على زي ما يكون اي حاجة فيها مال عايزكم تحافظوا عليها كويس جدا وبالاخص العشر تيام اللي جايين دول وزي ما قلت فيه طاقة انجاب فيه خبر بمولود فيه مولود بإذن الله الفترة دي الفترة اللي جاي بفضل ربنا وهتفرحوا جدا لان انتم مستنيين مولود اللي بقى لكم مدة طيب شايفة لكم كمان هنا عندكم حد روحاني في حياتكم او انتم اشخاص روحانيين جدا ففيه فيه امور بتحسوا بها قبل ما بتحصل في حياتكم هايز اقول لكم كمان انتم عندكم مجع في المعدة وجع بشكل مستمر الوجع ده هو جرسومة معدة لقدر الله فيه وضع في المعدة فان شاء الله بإذن الله يكون فيه شفا فيه اجتماع لان شايفكم قاعدين على مكتب حلو اجتماع هيدور حواليكم وفيه شخص هيكون دمه تقيل او مش هيكون زريف في القعدة كده مش هيكون يعني لطيف لكن بعد كده بعد ما تاخده وتده مع بعض هتحسوا قدين انتم فاهمينه غلط وان الامور فيها سوء تفاهم فانتم هتشوفوا الفترة اللي جاية استقرار حلو نعم نعم وتحبوا خلفة البنات او اه اه فيه حد من البنات بعيد عنكم بالنسبة لمطلقات المنفصلات او انتي بتحب اخواتك ايضا ايضا أنت يعني فيه رابط بينكم وبين حد من بنات اه اه هنا شخص غامض شخصها هيكون بيحياة يحاول يقرب منكم من أبراج هوائية يحاول أنه يقرب ويتدخل في حياتكم وهيجيب لكم طاقة سلبية عايزاكم تحذروا منه الشخص ده أول ما تلاقوه بيجيب لكم طاقة سلبية بعيدوا عنه وريحوا بمك لان انتم ليس نقصين التقلب مزاجي شايفة كمان هنا هناك قضية او تفكير مشتت حياتكم او صراع بينكم وبين نفسكم امور معكسة شايفة كمان ان بعد التشتت ده خبر حل ممكن خبر سفر وهيكون مميز جدا وهترتاحوا في الخبر ده لان الخبر هيفرحكم وهيخليكم تحسوا بالفرح والبهجة من بعد تعطل من عنده شراق عربية او حاليا عنده عربية لو انتم عندكم شراق عربية هتشتروا عربية فده خير لكم ولو انتم حاليا عندكم عربية ما تدهاش لأي حد يسقها يعني لو عندكم ابن ما يسقهاش بلاش يعني تخلوا حد دركوا العربية غيركم هنا 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 حد بيدرع عليكم حد بيتحسبن فيكم يعني في واحدة بتتحسبن فيكم وقريبة منكم وبتتكلم في ظهركم مش كويس خالص الستي دي يعنيها واسعة هيجي الوقت اللي هتعودوا مع بعضه هيبقى فيه مواجهة كبيرة ما بينكم وفي واحد هيحكم ما بينكم والشخص ده هيكون صوته عالي لكن انتم هتكونوا حراسيين جدا عندكم حرصا تاما انتم توقفهم الفرصة انه هم يعلموا صوت هم عليهم نسبة لأنهم يكونوا عندكم كده قدرة وهتحاول ان تحلوا كل الخلافات أمر و تبعدوا عن الطريق ده سوف ترى المتاكين شيئا هناك شيئا متأجلة هناك شيئا تتأجل في حياتكم كما يكون الحقيقة لكن هناك شيئا تتأجل لا تتأجل رغم أن لديكم أربع إشارات الفترة هناك أربع إشارات هناك أربع إشارات سيحصلون لكم وهيغيروا أمور لديكم هناك أحد لا يسمحون لكن يتحنونه أحد يتحنونه من وقت للتاني أحد يفهمني جيدا أحد يتحنونه لكن يتحنونه وليس يريدون أن تسمحونه يتوقفونه يبدأ بالسماح الله أعلم هناك بعض الأفكار الإيجابية التي ستدخل حياتكم دعوكم مين عندكم؟ بحرف العين والسين والنون مين الثلاث الحدي من هذه الحروف سيساعدكم أن تكونوا لديكم دفعة قدام الفترة التي تأتي سيساعدكم أرى أن هناك علاقة من الماضي معنى أن علاقة من الماضي شريك من الماضي موضوع من الماضي كنت تفتحوه ورث من الماضي هو فيه حاجة تخص الماضي سترجع لكم من الماضي الحاجة التي سترجع لكم من الماضي ليس ستكون خير لكم لا تفتحوه على نفسكم باب أنتم لا تريد واجع دماغ فلا تفتحوه على نفسكم بباب من الماضي اللي فات مات وأنتم ماشيون بالمبدأ لا تريد أنتم تركزوا في اللفات لا اللي جاي هيكون أحسن عندكم وبالأخص الخمسة وعشرين يوم اللي جايين لأن الخمسة وعشرين يوم اللي جايين هتكون الطاقة بتاعتكم مفتوحة وهتكون عامة ومعنى أن هي مفتوحة وعمة معنى أن انتم هيكون عندكم أمور هتستجد أمور هتتخطوها في حياتكم رقم سبعة رقم سبعة ده في رابط ما بينكم وما بين رقم سبعة يعني الله أعلم لأن ما فيش أي حاجة تفصل رقم سبعة لكن رقم سبعة ظاهر عندكم يعني في طفل مريد عندكم أو ست مريد عندكم حد مريدي يعني دائما شايلين همه دائما تعبنين من ناحية الحد اللي تعبان لأن لأن أنتم تشايلين همه جدا أرجع وقول ثاني لأن ظلم أهل الشريك أو ظلم الشريك نفسه أو العلاقة الثالثة في ظلم بإذن الله بإذن الله فيه رجوع حق يعني فيه ظلم من جزء من ظلمكم بإذن الله الفترة الجاهة تبقى فيه تيسير حلوة على حياتكم فيه نغزة في القلب بتجيلكم هو أنتوا ليه بتقولوا يعني دائما بتقولوا إحنا فيه حد سحر لنا لأن فيه أحلام في المنام بتجيلكم يعني فيه أحلام بتجيلكم بتفسيرها بيقول إن انتوا عندكم سحر في حياتكم صحي الكم ده؟ فيه أكتر من منام لدرجة إن فيه منام جالكم إنه فيه منام يعني فيه منام تفسيره بيقول لكم مكان السحر وإنتوا عندكم شك كبير جدا فيه أكتر من حاجة ارموا وراء ظهركوا وربنا بإذن الله هيفق لكم كل أذى أنتوا فيه لأن أنا شايفة إن هنا يعني مش عايزاتكم تتعبوا نفسكم لأن بإذن الله ربنا قادر على كل شيء هنا بقى فيه فلوس فيه موضوع يخص فلوس نسلفين حد فلوس ومش عارفين تاخدوها لإما حد ليه عندكم فلوس ومش عارفين تسدوها الله أعلم ففيه مواضيع تخص فلوس فلو حد ليه عندكم فلوس بس أنا ما أعتقدش إنه فيه حد بيبقى ليه عندكم أنتوا بالأخص فلوس لأن أنتوا دايما كده متقلكين دايما ما بتحبوش تناموا غير لما تسدوا اللي عليكم أنتوا فيكم الطبع ده لكن فيه موضوع فلوس ممكن يكون ديون متراكم عليكم الله أعلم أو أنتوا ليكم فلوس يعني هو فيه كلام يخص فلوس كتيرة لا فيه اشتباك حوالين الفلوس طيب حاليا بتدعو الحد بتدعو الحد ربنا يشفيه حد يطول عمره الله أعلم لكن فيه دعاء مستجاب ليكم حلو قوي الدعاء ده ممكن يكون دعاء أطفال ممكن يكون دعاء لحد يشفيه أنتوا اللي بتقرروا الدعاء ده المين أنتوا شايفة ليكم دعوة مستجابة فيه واحدة أختكم بينكم وبينها مشكلة يعني مرات أخوكم أو أختكم مبينة أن هي كويسة معاكم وأن هي عايزة لكم الخير وأن هي فرحة لكم لكن هي وراها اشتباكات كثيرة وراها كلام وراها حاجات يعني أنتم عايزين تفهموها لكن مش فاهمين وده طبعا سببوا أن أنتم يعني مش عايزين تدخلوا نفسكم في اللي ملكمش فيه لكن هي يعني عامنا زي كده السهم فيه حاجات كثيرة وراها فأنتوا بتحاولوا يعني تقولوا حسب الله نعملوه كده وبتستكفى فيه هنا بسم الله ما شاء الله عليكم يعني قعدت مواجهة مش مواجهة قعدت راس براس يعني لو أنتم حقين هدف قدامكم توصلوله هتوصلولو وهتعودوا قصادو يعني دي البشرة اللي اللي ممكن أقولها لكم بجد انتم هتوصلوا للهدف هتوصلوا للتحقيق هتوصلوا للانطلاق هتوصلوا للحاجة اللي انتم عايزينها لأن انتم قاعدين على كرسي والكرس ده حطين تاج على دماغكم وده بيدل على الاكتمال الأمور اللي في حياتكم أتمنى لكم الفرحة والهنة والسعادة والرزق والتفاؤل انزلوا باللايك أهم حاجة وقلوا لي الفيديو يستاهل منكم ايه ومنتظروا كومنتاتكم الجميلة اللي زيكم تحياتي لكم